السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في قناة الدراسة والمعرفة حصة اليوم المفيد في اللغة العربية المستوى الثالث ابتدائي مازلنا في الوحدة الأولى الأسبوع الثاني مجال عالم الأصدقاء النص الوظيف الثاني صديق جديد النص دي اليوم العنوان دياله صديق جديد ألاحظ وأتوقع أبين المكان الذي يمثله المشهد والأشخاص الموجودين فيه والشخص الذي أثار انتباهي انطلاقا من المشهد والعنوان أتوقع ما قد يتحدث عنه النص إذا لاحظوا معي المشهد وهو عبارة عن حجرة الدرس وقسم هذه التلاميذ قلت في الطاولة ديالهم هذه المعلمة ولكن اللي كيتر انتباه ديالنا لاحظوا معايا هي هاد المرأة اللي وقفة في الباب ومعاها هاد التلميذ اللي كي يحمل المحفظة دياله إذا من خلال المشهد اللي كي يبيننا بأنه القيسم ومن خلال عنوان ديال النص اللي هو صديق جديد كي يظهر لنا بأن النص غد يتكلم على هاد التلميذ اللي غيكون جديد في المدرسة إذا الجواب لا عن تلميذ جديد في المدرسة إذا هذا هو الجواب على السؤالين اللي فألاحظ وأتوقع والآن أنقرأ النص ومن بعد نجاوب على الأسئلة التقى التلاميذ في أول يوم من السنة التراسية فامتلأت ساحة المدرسة بحركاتهم وأصواتهم كانوا مشتاقين إلى بعضهم يتحزثون عما فعلوه في العطلة الصيفية بعد حين دخلوا حجرة الدراسة تصحبهم أستاذتهم الجديدة فتعرفوا عليها وبدأت تحدثهم عن أهمية النظام في الساحة وفي الفصل أثناء ذلك دخلت مديرة المدرسة يرافقها طفل في سنهم وقالت للأستاذة هذا مجيد إنه تلميذ جديد نقله والده من مدرسة أخرى انسحبت المديرة فرحبت الأستاذة بمجيد وشرعت في مراجعة دروس العام الماضي ظل مجيد متهيبا صامتا طوال الحصة ولما أخرج دفتره ليكتب ما تمليه الأستاذة لم يجد في محفظته قلما ناولته زينب التي تجلس بجانبه قلما فشقرها بصوت هامس في وقت الاستراحة انطلق التلاميذ في الساحة يلعبون ويمرحون بينما وقف مجيد في ركن من الساحة وحيدا غير منشرح أقبل التلاميذ على مجيد وأخذوا يسألونه بفضول أين كنت تدرسه؟ لماذا انتقلت إلى مدرستنا؟ لماذا تقف هنا وحيدا؟ لم يضق مجيد بأسئلتهم بل رد عليهم أحزنني أن أفارق أصدقائي الذين ألفتهم في مدرستي القديمة قال خالد مرحبا بك بيننا نحن أيضا أصدقائك تشاركنا دروسنا ولعبنا وترافقنا إلى مكتبة مدرستنا وقالت زينب وتتدرب معنا على استعمال الحاسوب في قاعة الإعلاميات وتمرح معنا في رحلاتنا المدرسية وبذلك نملأ وقت فراغنا بما يفيد تهلل وجه مجيد فرحا ولم يشعر إلا وهو منخرط معهم في اللعب وازداد سرورا حين بدأوا يرددون مرحبا بمجيد صديقنا الجديد إذن بعد قراءة النص سنجاوب على الأسئلة أُنجزوا وأقرأ أُجزئوا كل كلمة إلى مقاطعة إذن لحن معي هنا لدينا ثلاثة كلمات أصدقاء مديرة حاسوب إذن هات الكلمات سنقسمهم المقاطع أصدقاء فيها ربعات المقاطع المقطع الأول أص مقطع الثاني دي مقطع الثالث قا إذن أصدقاء كلمة ثانية مديرة إذن مو بحدها دي را تن تأتي فيها ربعات المقاطع مو دي را تن كلمة ثالثة حاسوب إذن حاسوب فيها ثلاثة المقاطع حاسوب سؤال الثاني أكمل كل كلماتين بمقطع مناسب إذن لحظوا معي هنا لدينا كلمات وفيهم فراغات هذوق الفراغات سنجد ملقوهم بالمقطع المناسب على حسب الكلمة الكلمة الأولى تاباتون إذن ن نقص مقطع في الأول دي الكلمة إذن هذا الفراغ سنجد ملقوه بالمقطع المناسب تاباتون إذن مك تاباتون إذن المقطع النقص هو مك مك إذن مكتبات محظة إذن هناك انفرغ فوسط الكلمة محفظة إذن غنزيد حرف الفا المقطع الناقص هي فا محفظة صديقات المقطع الناقص هي تون صديقات تازة إذن أستاذة المقطع الناقص هو أس أستاذة مدسة إذن مدرسة مقطع الناقص هي را مدرسة رحلة إذن رحلة مقطع الناقص هي تون تم روضة رحلة مكتبة محفظة صديقات أستاذة مدرسة مدرسة رحلة أحذف المقطع الأول في كل كلمة وأكتب الباقي هنا لدينا كلمات المطلوب منها نحض في المقطع الأول الكلمة الأولى سماء إذن نحيط المقطع الأول اللي هو س ماء أتبقى ماء كلمة ثانية ري مال هذن نحيط المقطع الأول ري ماء هذن نحيط المقطع الأول في كل كلمة جلباب إذن المقطع الأول هو جلة أتبقى باب إذن الكلمة اللي حصلت عليها كلمة الأولى كامت سماء هي السماء لاحظوا معايا منحيط المقطع كيختلف المعنى دي الكلمة إذن كانت سماء اللي هي السماء منحيط المقطع الأول ولت ماء لهو الماء هذه كانت تقري مال الرملة منحيطنا الر ولت مال المال الفلوس مدار ولت ضار المنزل ضار جلباب إذن جلباب جلة منحيط المقطع الأول بقى باب الباب إذن اختلف المعنى دي الكلمة أقرأ مقاطع نم لا او إذن هاد المقاطع نم لا او نعطونا كلمة نم لا او وقت وقت ف ر غ ن فراغنا فراغنا بما يفيد إذن هاد المقاطع نجمعناهم ومن البعض حزنت أو لا مثلا زينب التلاميذ أين كنت تدرسه لماذا انتقلت إلى مدرستنا لماذا تقف هنا وحيدا إذن هاد الأسئلة طرحوها التلاميذ على ماجيد هذا ماجيد هو اللي غيجاوبهم يعني ممكن تتكون ماجيد وتقول هاد الجملة ممكن تكون خالد أو لا بنت تكون زينب إذن ماجيد أحزنني أن أفارق أصدقائي الذين ألفتهم في مدرسة القديمة إذن هاد الجملة قالها ماجيد اللي قال لهم راني حازين حتفرقت مع أصحابي اللي ألفتهم في المدرسة القديمة خالد ممكن بالنسبة للولد ممكن يكون خالد أو لا ماجيد إذن خالد مرحبا بك بيننا نحن أيضا أصدقائك تشاركنا دروسنا ولعبنا وترافقنا إلى مكتبة مدرستنا إذن خالد قالوا مرحبا بك بيناتنا تحنر أصحابك تشارك معنا الدروس وتلعب معنا وتمشي معنا للمكتبة دي المدرسة زينب إذن بنسبة لتلميذات البانات ممكن يشخصوا زينب يعني يقولوا هذه الجملة اللي قلتها زينب وتتدرب معنا على استعمال الحاسوب في قاعة الإعلاميات إذن زينب قلت له وتدرب معنا على الكمبيوتر في القاعة دي الإعلاميات أنمي معجمي السؤال الأول أختاروا الشرحة المناسبة إذن هنا عنا كلمات وعنا جوج كلمات يشرحوهم إذن نختاروا الكلمة الصحيحة يعني المرادف دي الكل كلمة انسحبت مش المعنى ديالها جاءت أو لا انصرفت إذن انسحبت ضد ديالها جاءت انصرفت هي الشرح ديالها إذن bubble إذن انصرفت إما دوروا عليها أو لا استطروا عليها باش تبставляوا الشرح المناسب شرعت بمعنى بدأت أو لا أنهت إذن شرعت هي بدأت أنهت رهي الضد إذن الشرح ديالها هي بدأت دوروا عليها هامس إذن هامس هي خافت أو مرتفع هامس هي خافت يعني الصوت الهامس بمعنى الصوت خافت غيب شوية مرتفع ضد ديالها إذن خافت هي الجواب صحيح إذن تهلل الوجه بمعنى ابتهجة وسر أو عبسة إذن تهلل الوجه هي ابتهجة وسر هي الجواب الصحيح يعني فرح هبسارة ضد دياله سؤال ثاني استخرج من النص ضد الفوضى قديم حزن إذن هاتلات الكلمات نخرج ضد ديالهم من النص إذن ضد كلمة فوضى في النص هي النظام إذن ضد ديال الفوضى هي النظام والضد ديال القديم هي جديد ها هي هناك في النص تلميدون جديد ضد ديال حزن هي فرحا حزنا فرحا إذن ضد ديال الحزن هو فرح إذن كيف ملقينا في النص ضد ديال فوضى الفوضى هي النظام ضد ديال قديم جديد ضد ديال حزن فرحا سؤال ثالث أكملوا بكلمات من عائلة درسة كلمات من عائلة درسة بمعنى أنها كلمات فيها نفس الأحرف الدال والر والسين ولكن المعنى كيختلف مثلا هنا درسة نعطينا درس يعني والدرس ممكن ديروا مدرسة مدرس دراسة دروس مدارس إذن كلمات من عائلة درسة درس مدرسة مدرس دراسة دروس أفهم؟ سؤال رابع أجيب إذن دائما الأسئلة ديال أفهم أو لا ديال أجيب كي كل جواب ديالها من نص سؤال أول بما امتلأت ساحة المدرسة إذن من خلال قراءة ديال النص الساحة ديال المدرسة امتلأت بالحركة ديال التلاميذ والأصوات ديالهم هذه الجواب إمتلأت ساحة المدرسة بحركات التلاميذ وأصواتهم سؤال الثاني ماذا قالت المديرة إذا المديرة شنو قالت من جابت مجيد ودخلته القاسم شنو الجملة اللي قالتها إذا الجواب قالت المديرة هذا مجيد إنه تلميد جديد نقله والده من مدرسة أخرى إذا المديرة من جابت مجيد ودخلته القاسم قالت المعلمة هذا مجيد هذا التلميد اسمته مجيد رح تلميت جديد حولوا باباهم المدرسة وحده اخرى المدرسة دياننا سؤال الثالث كيف ظل مجيد في حجرة الدرسي؟ إذا مجيد من دخل حجرة الدرس القاسم مقلس كيفش بقى قلس؟ إذا الجواب ظل مجيد في حجرة الدرسي متهيبا صامتا طوال الحصتي إذا مجيد من دخل القاسم مقلس بقى قلس وخايف وغساكت وخايف السؤال الرابع متى ازداد فرحه مجيدين؟ إذا مقتاش ازداد الفرح ديال مجيد شفناه في النص من التلاميذ بقوا يقولوا مرحبا بمجيد صديقنا الجديد وبقوا يرحبوا به هو عاد فرح من دمج مع التلاميذ ومشاقي يلعب معهم إذا ازداد فرح مجيد عندما بدأ التلاميذ يرددون مرحبا بمجيد صديقنا الجديد إذا ازداد الفرح دياله من التلاميذ بقوا يقولوا مرحبا بمجيد صديقنا الجديد إذا هذه هي الأجوبة على أفهم أحللوا السؤال الخامس أضع علامة في أمام المناسبة شخصيات النص إذا ح Nikki ما الشخصياتٍ اللي الخرابهم في النص الشخصيات الذكprobاء في النص سنضعوا فيهم علامة التلاميذ أنا نضع هنا علامة حيث التلاميذ في النص المدرس كذلك الذك райاد في النص مجيد هنضعوا فيه علامة حيث هو الصديق الجديد الحارس وإذا إنس اللي hostsتم معدارمة الأستاذات سنضعوا فيها علامة إذن شخصية دي النص هما التلاميذ والمديرة ماجيد والأستاذة إذن هذا هو نضعه فيهم علامة ولكن الحارس لا الحارس هره مكانش في النص مكان النص إذن شنه هو المكان دي النص الساحاته إذن صحيح التلاميذ كانوا مجموعين في الساحة هل ما يدخلوا القاسم إذن الساحة مكان النص حجرة الدرسة هي صحيح في الأول كانوا في الساحة كانوا يتكلموا ويعودوا على العطلة كيف يجدوزوها ولكن من جد الأستاذة دخلاتهم حجرة الدرسة القاسم إذن الساحاته وحجرة الدرس في جوجهم مكان النص الملعب لا المنزل حتى هي لا إذن مكان النص هي الساحة وحجرة الدرس زمان النص الوقت دي اللي كيتكلم عليه النص آخر السنة الدراسية لا بداياتها يعني بداية السنة الدراسية نعم إذن هنا غنوضعه علامة النص كيتكلم على بداية السنة الدراسية إذن التلاميذ أول نهار ندخلوا فيه من دراسة من البعد العطلة السؤال السادس أرتب الأحداث التالية بالأرقام من واحد إلى أربعة وفق تسلسلها في النص إذن هنا عدنا أربعة الأحداث اللي كتلخص لنا النص غيرتبوها على حسب تسلسلها في النص أدخل التلاميذ على مجيد الفرحة إلتحق مجيد بحجرة الدرس رحبت الأستاذة بمجيد بدا مجيد غير سعيد إذن الحدث الأول هو إلتحق مجيد بحجرة الدرس إذن هذه هي رقم واحد مجيد مشى الحجرة درس مع المديرة الحدث الثاني رحبت الأستاذة بمجيد إذن هذه هي رقم جوج الأستاذة من جبت المديرة مجيد للقسم الأستاذة رحبت به الحدث الثالث بدا مجيد غير سعيد هي رقم ثلاثة مجيد من دخل القسم ما كانش فرحان ما كانش سعيد كان خايف وغي ساكت الحدث الآخر رقم أربعة أدخل التلاميذ على مجيد الفرحة إذن هذه رقم أربعة هذه هما الأحداث دي النص أنتج ألخص الفقرتين الأولى والتانية وأستعين بما يلي التقى التلاميذ في الساحة دخلوا إلى حجرة الدرس حضرت المديرة يرافقها طفل إذن ألخص الفقرة الأولى والفقرة الثانية في النص ولكن سنخدمها الجمال وهما أهم الأحداث التي كانت في الفقرة الأولى والفقرة الثانية إذن التخيص دي الفقرة الأولى والفقرة الثانية التقى التلاميذ في الساحة مشتاقين لبعضهم بعد ذلك دخلوا إلى حجرة الدرس برفقة أستاذت برفقة أستاذتهم حينئذ حضرت المديرة يرافقها طفل جديد اسمه مجيد إذن هذا هو الملخص دي الفقرة الأولى والفقرة الثانية تلقوا التلاميذ في الساحة محشين بعديتهم وبدو قيهدوا يتكلموا على العطلة من بعد دخلوا الحجرة في الدرس مع الأستاذة ديالهم ودكسعة جاءت المديرة وجيب معها تلميذ جديد اسمته مجيد قلت لهم هذا رح تلميذ جديد نقلوا باباهم من درسة أخرى المدرسة ديالكم إذن هذا هم الأحداث دي الفقرة الأولى والفقرة الثانية وشخصوا مع بعض أصدقائي وصديقاتي الحوار الذي دار بين مجيدين وتلاميذ قسمه إذن هذا السؤال قد تخدموا في القسم مع الأصدقاء والصديقات ديالكم قد تعودوا الحوار الذي دار ما بين مجيد والتلاميذ ديال القسم مثلا بالنسبة البنت قد تكون زينب وبنسبة التلاميذ الولاد قد يكونوا خالد ومجيد إذن إلى هنا وصلنا النهاية للحصة كان هذا المفيد في اللغة العربية المستوى الثالث ابتدائي النص الوظيفي صديق جديد صفحة ثلاثة وعشرين واربعة وعشرين وخمسة وعشرين ترجمة نانسي قنقر